كيف تفسر عودة تنظيم داعش لتنفيذ عملية بهذا الحجم وسط روسيا وتحديداً بهذا التوقيت سيد العلاني مساء الخير تحية لك ولكل سيد المشاهدين أعتقد أن داعش في الحقيقة هو لم ينتهي نهاية داعش قيلت من باب المزايدة قالها الرئيس ترامب في 2019 عندما تم قتل البغدادي وبالتالي قال قضينا على داعش وتنظيمها وهي اليوم نجدها تنشط بأشكال متعددة بطبيعة الحال بالنسبة للحالة الروسية هي في الحقيقة ما تزال إلى اليوم قيدة التحقيق ما نقوله حول حديثة موسكو هو مجرد فرضيات في انتظار ما ستسفر عنه هذه التحقيقات وأتمنى أن تكون مخرجات التحقيق متاحة أو يعلن عنها بأسانيدها حتى يتم تحليل كل هذه الأحداث بطريقة موضوعية بالنسبة إلى داعش بطبيعة الحال أنت تتحدثين عن داعش المركزية وداعش المركزية لها فروع عديدة أهمها الآن أصبح الحديث عندها كثيرا داعش خرسان وداعش الأصلية أصبحت متواجدة بقوة في إفريقيا إذن الفترة الأخيرة شهدت تقاسم أدوار لداعش يكفي أن نقول أنه مثلا نعطي إحصاء أو رقما بالنسبة إلى إفريقيا في 2023 كان ضحايا داعش والقاعدة أكثر من 22 ألف بقليل وبالنسبة إلى داعش خرسان في سنة 2023 كان هناك أكثر من 340 عملية إرهابية وبالتالي نرى أن هذا التقاسم للأدوار بطبيعة الحال يعني داعش خرسان لها أسبابها كيف نشأت جزء منها تم تجنيده على أساس فكري وجزء منها التحق بالتنظيم لأسباب قبائلية نعرف أن كثير من الطالبات خاصة في عرقية الطاجيك الذين يعتبرون أنفسهم غير محفوظين في الحكم ويمثلون ربع سكان أفغانستان جزء منهم انشق عن طالبان وانضم إلى داعش خرسان وبطبيعة الحال سيد العلاني سأعود لأتساءل معك عن الأسباب الحقيقية لهذه العملية لأنه مع أعلان تنظيم داعش خرسان مسؤوليته عن هذا الهجوم الدامي في العاصمة الروسية موسكو تكشفت خيوط مترابطة من التهديدات المتوصلة لهذا التنظيم ضد المصالح الروسية عبر السنوات الماضية كان أحدثها ما أعلن عنه جهاز الأمن الاتحادي الروسي الكل يتذكر قبل أسابيع فقط من أحباط هجوم على معبد يهودي بموسكو خطت لها من قبل تنظيم داعش خرسان أيضا بحسب ما أعلنته موسكو لكن عام 2022 أيضا كان شاهدا مشاهدين دكتور عليان على تفجير انتحار استهدف السفارة الروسية بالعاصمة الأفغانية أعلن وقتها تنظيم داعش المسؤولية عنه وخلف قتلى بينهم اثنين من حراس السفارة حلق بال2015 كان لسقوط طائرة من نوع إيرباس تابعة لشركة روسية فوق سيناء كان في إلها بصمات داعشية اعترضت رحلتها المتوجهة من شرم الشيخ إلى سينت بيترسبيرغ وأسفر الهجوم وقتها عن مقتل أكثر من 220 شخص أما في سوريا دعونا نعود إلى سوريا طلقت القوات الروسية هناك استهدافات متكررة من تنظيم داعش على وجه الخصوص أسفرت عن فقدان عدد من جنودها هناك وبشأن الأسباب والدوافع اللي جعلت تنظيم داعش وبالتحديد فرع خرسان يضع روسيا في بنك أهدافه هي حرب موسكو ضده هذا ما سنسأل عنه الليلة بالعام 2014 سعى الرئيس بوتين لدفن رأس التنظيم مع بدايات ظهوره في أفغانستان ودعا تتذكرون خلال قمة معاهدة الأمن الجماعي اللي تضم كل من روسيا بلاروسيا كزاخستان كرغزستان تاجكستان وأرمينيا دعا للتنسيق المشترك وقتها ومنع امتدات خطر في المنطقة هلأ صحيفة نيويورك تايمز مشاهدينا تقول أنه بوتين أشعل حق داعش خرسان بعد بروز مؤشرات لتعامل السلطات الروسية مع طالبان بعد عقود من غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان وقد تقرأ أو تدل ذلك على خطوة لموسكو في اتجاه تقليم أظافره هل هذا ما يحصل اليوم؟ سيد علياني اليوم برأيك هل ما نعيشه هي مسألة تصفية حسابات؟ يعني اليوم عندما عدنا إلى بعض هذه الهجمات التي حصلت فيه إشارة على أنه داعش يكن عداء كبير لروسيا بعد مشاركتها في الحرب السورية هل هذا ما يحصل حقيقة؟ أم نحن أمام؟ شيء مختلف تماما كيف تقرأ الهجمات؟ يعني الهجمات في الحقيقة تقرأ في إطارها يعني إطارها التاريخي الزماني والمكاني لا يمكن لحدث أن يكون مفصولا عن التحولات الإقليمية وعن التأثيرات الاقتصادية وعن المشاكل العرقية وبالتالي أحيانا نجد حتى داخل تنظيم داعش هناك صراعات يعني أعطيك مثالا دواعش خرسان هناك دواعش بين الطاجيك وبين بنجلاداش وبين عفوا باكستان يقولون أن جماعة طالبان باكستان هي عميلة لباكستان وأن جماعة طالبان الذين انتموا إلى داعش خرسان هم عملاء لمخابرات الهند إذن حتى في داخل هذه الجماعات الإسلامية وأفرعها هناك تناقضات داخلية لكن بطبيعة الحالة العمليات الإرهابية يمكن أن نقسمها إلى صنفين الصنف الكبير مثل حادثة موسكو وربما الصنف العادي الذي يميل إلى عمليات الحرق والنهب وتجارة المخدرات وبعض العمليات المحدودة وهذا يمكن ناتج عن الفكرة أستاذ العلاني عن الفكر الذي كنا نتحدث أنه سيستمر لسنوات وسنوات وبإمكانه أن يتجدد لكن عملية بهذه الضخامة إلى أين ستؤدي هل اليوم التنظيم يستغل هذه التوترات الحاصلة من حول العالم هذه الأزمات التي تعيشها هذه المنطقة على وجه الخصوص ليرمم صفوفه وينطلق من جديد شو هي الخطورة التي يشكلها اليوم وهل سنرى هجمات مثيلة لربما في دول أخرى برأيكم أنا أعتقد أننا سنرى هجمات في دول أخرى إذا لم يقع التفكير في استراتيجية جديدة وبديلة في مكافحة داعش داعش لحد الآن تكافح بطريقة أمنية بحتها داعش نتساءل عندما نقول هل هناك استراتيجية لتجفيف منابع تمويل داعش هل هناك استراتيجية لخطاب بديل لداعش هل هناك استراتيجية لسياسة اجتماعية تقلص الفقر حتى لا يجتذبهم أفكار داعش إذن المسألة مترابطة بالنسبة إلى القوى الكبرى وحتى التحالف الدولي ضد داعش الذي كان يضم حوالي 83 دولة لم يقم لحد الآن بمجهود كافي في اتجاه الجوانب الفكرية التي تمثل خطورة هذا التنظيم كيف يتم التصدي لها يعني المليارات الدولارات التي تصرف على الأسلحة لو صورف ربعها أو أقل على ورشات كبيرة وعلى مؤتمرات دولية كبيرة وعلى إنفاق في الأحياء الفقيرة جدا ربما سيتم التقليص بشكل كبير في خطر هذا التنظيم لو نعود إلى الستينات وسبعينات هل يعني ذلك أن جهود مكافحة التنظيم قد فشلت؟ هذا سؤال طرحته في بداية المحور هل تعتقدون اليوم أن الطريقة أو الطريقة الأمنية البحثة كما وصفتها ليواجه التنظيم فيها خاطئة؟ هي بطبيعة الحال خاطئة الطريقة الأمنية هي ضرورية جدا وربما تحتل نسبة أكثر من الثلث بقليل لكن يجب أن نفهم أن مقاومة الفكر لا تكون إلا بالفكر فأحيانا عندما تعود بين الذاكرة إلى التفجيرات التي كانت تحصل في الكاظمية في العراق وفي العديد من البلدان وكانت يومية أي أن أشخاص يقدمون أنفسهم فداءا لفكرة معينة أنهم سيذهبون إلى الجنة ويرتقون بالحور العين إلى غير ذلك من الأدبيات التي كانوا يتلقونها إذن نحن نقول بالنسبة إلى هذا الخطاب الفكري البديل والمجهود الكبير لتشفيف منابع التمويل في منابع التمويل مثلا هناك إجراءات اتخذت ولكنها غير كافية إجراءات وهو منع المال المشبوه عن طريق البنوك وعن طريق المؤسسات المالية لكن نحن نعرف أن داعش تتعامل بالكاش وتتعامل بالوسطى وبالوكالاء وبالتالي يجب التفكير في صياغ أخرى لمتابعة التمويل الكبير الذي تتحصل عليه داعش وإذن التشفيف الفكري والتشفيف المالي لهذا التنظيم هو ما يعني يساعد حتى المجهود الأمني لكن هذا يحتاج أيضا إلى تنسيق استخبارات دولي لا يمكن لدولة أن تخفي معلوماتها أمام هذا الخطر ومن هنا تساؤل كبير أيضا سيد علي إلى أي مدى أيضا يستفاد من تنظيم داعش اليوم سياسيا يعني التنسيق الدولي الذي تحدثت عنه هو هام البارحة أحد الناطقين بالاتحاد الأوروبي يقول أنه منذ السنتين الأخيرتين لم يكن التنسيق قويا بين أمريكا وروسيا وأوروبا فيما يخص الإرهاب والقضايا الحساسة وقال أن الأحداث التي وقعت مثل حداثة موسكو لعلها تعيد إلى الأذهان ضرورة عودة التنسيق لأن التنسيق الدولي هام وهم جدا لكن بطبيعة الحال التنسيق الدولي يقتضي يعني تبريد الخلافات والصراعات نحن نكاد نخرج من حرب حتى ندخل إلى حرب أخرى وبالتالي نرى أن هذه المعطيات الإقليمية وهذه الخلافات الكبيرة هي البيئة التي تنتعش فيها داعش لكن الخطر الكبير ما أراه في حديثة موسكو أنه ربما يتم انفلات الزمام إذا ما أصبحت الخطوط الحمر يعني قصدي العمليات الإرهابية منتشرة بشكل أكبر حين ذاك ربما تكون ردود فعل قاسية وربما يتم استعمال السلاح النووي التكتيكي وربما يدخل العالم في حالة من الظعر والخوف وبالتالي أعتقد أن الحكمة تقتضي اليوم أن نقوم بوقف التأمل وبطبيعة الحال وقفة التأمل سيكون لها ثمن يعني لابد من إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي يستحيل أن تستطيع هذا يحتاج إلى قرارات كبرى بطبيعة الحال أستاذ علي العلاني والتحقيق لربما في موسكو سيضعنا على السكة الجديدة التي يختارها الرئيس بوتين بعد هذه التطورات شكرا جزيلا لعلي العلاني الأكاديمي والخبير في الجماعات المتشددة شكرا